نروح للزمالك الزمالك ونقول العرب النهاردة منقول العرب كولاً وحيداً قدم مباراة أفضل من الزمالك مليون في المئة يعني لنقول العرب النهاردة أضاع الفوز زي ما قالي كابتن شاوي غريب فرص المعولين كايت أكتر من فرص الزمالك وكايت الجودة بتاعتها أفضل كمان من جودة بتاعت فرص نادي الزمالك وانتهت المباراة بالتعادل الراية كي بسا كريم وما جاتكلم على أن المباراة نهارده تتلخص بحاجتين هل هناك خلاف في التكفير للعيب تفوق على مارسي الكولر نهارده في المباراة وكابتن شوء غريب تفوق وأظهر لأنه غايل حتى طريقة التلاتة أربعة تلاتة أربعة تلاتة أربعة تلاتة أربعة رحل التلاتة خمسة أثنين ولعب لويس إنستروزا كوينج باك ناحية المين عمل مشاكل كتير جدا شوء غريب عمل أفضل مبارياته هذا الموسم مش بس أنه أفعل ملعبه يا كريم وأنه خرج بنقطة التعادل لعبت المقولين لو صدقوا نفسهم أنهم عايزين يكسبوا الزمالك النهاردة كانوا كذبوا لو صدقوا أنهم عايزين يكسبوا كانوا كذبوا ده يعفر أس كتير جدا في الشوطين مشاكل كتير جدا جدا عند الزمالك ويا كريم أفكرك هنا كلما بنقف أقول لك مشاكل للزمالك واحد اتنين تلاتة هي هي نفس المشاكل لازال فريرة لازال فريرة بيجني ثمار ما بدأ بيه الموسم خليني أقول لك النهاردة أجيب لك أضرب لك مثال بواحدة من الكرات الغريبة جدا الدفاع الزمالك اللي بيلعب بتلاتة في الخط الخلفي يعني مفروض في الحالة الدفاعية الكنين ونج باكس برجعوا يبقوا خمسة في خمسة في الحالة الدفاعية فلما أتكلم أنه في خمسة في الحالة الدفاعية في الزمالي ويتضرب بصة كريم بالأحمر بالأحمر مش مهم بصة كريم هدي تلاتة مفروض يبقى في تلاتة هنا مفروض أنه بيرجع هنا أحمد فتوح وبيرجع هنا عمر جابر وبيفضل هنا اتنين كسددة وحمر أشرف رقع أمام عشور وعند الثلاثية بتاعت يوسف قسامة نبيه يوسف حسن وإحمد سيد زيزو الأدارة الدفاعية لما يكون وليز دمريكا بستقبلش أهداف كتير لأن عنده خمسة قدامهم اتنين هل يعقل يا كريم أنه الزمالك يكون بلعب فريق ضعيف جدا 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 ويتضرب بطريقة ويفضل يتضرب بنفس الطريقة على مدار 14 مباراة منذ بداية الموسم دي كارسة في مدرب قاعد برا وفي لعبها بتنفذ إزاي الزمالك بقدر خلي تعالى نشوف نشوف الكرة بتاع بمحمد سالم وإزاي المقاولين اشتغل النهاردة على الزمالك بنفس الشكل بيخترق من العمق والتلاتة هوقفين بيفورغوا عليهم كم؟ يلا نبتدي دي في الدقيقة تلاتة بص يا كريم بص يا كريم في وسط الدفاعات بلولة الإنهاء السيء بمحمد سالم هدف الحالة اللي بعديها الحالة اللي بعديها على طول على طول على طول كرسة في دفاعات الزمالك والأغرب هو عدم تعامل فريرة معها حتى هذه اللحظة كم؟ أدي واحد اتنين اللي بعد بص يا كريم ساكل بول انفراض غريب جدا جدا نفس المسافة ورا الوينج باك نفس المكان اللي بعد الحالة اللي بعديها بص يا أهي ورا الوينج باك طبعا فتوح مغطل التسلح حسام عبدالجين مغطل التسلح ده فتوح يلا اللي بعد اللي بعد بص بص يا كريم بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة والأريحية التركة انت تتخيل ان ده دفاعات الزمالك بلعب بخمسة في الخط الخلفي بخمسة في الخط الخلفي بيتضرب بالطريقة دي قدام المقاولين طب حلو انت وحلو انت وتري كده عشان الموضوع لازم يكون لها علاقة بالتاكتك بس وقف لا لا ارجع 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 مش بس غياب الوينج عشان دايما المبارر غياب الوينج بس هون مشكلة في التاكتك لا 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 المشكلة في الوقفة بتاعت اللعيبة المشكلة في الخروج بتاع الاتنين وينج باكس اللي لهم باستثناء فتوح فتوح مفتاح لعب عظيم للزمالك لكن الناحية اللي مين ايا كان بيلعب مين ففتوح عنده مشكلة وراه ونفتكر مبارر بيترو اتنين اتنين في القاهرة صح نفس الامر بالنسبة لناحية تانية يا سايد دمرق او عمر جابر نفس المشكلة بص بقى يا كريم قبل ما تشغل الحالة انا جايب مطش في لامبو بداية الموسم فرقة مجهولة ضعيفة عندها مشكل كتير جدا فرقة بعيد قوي عن مستوى الزمال خلينا اقول لي ما اقول ليه عمل مطش كبير وقدر يبرنتريت وقدر يشتغل طب خلينا اقول لك ان دي واحدة من مباريات الزمالك في بدايات مشواره في الموسم تعالي نشوف الزمالك بتضرب ازاي يلا ماشي الحالة دي ماشي دي مبارات في لامبو في القاهرة كرة متسقطة فين بلا اي ضغط بلا اي الركاب بلا اي حاجة في التالتة نفس الكرة بتاعته المقاولين نفس السهولة في مبارات في لامبو ولولا لولا لولا التجليه بتاعت المهاجم بول ان هما لعيبة quality drive جدا كمل كمل كمّل! كمّل تاني! الزمالك هتبِرف تاني في نفس المباررة من فلامبو. وهو يلعب، بص يا كريمhao.. يلا.. روح.. روح ايلي هدف. بمنتهى بمتس déس kedس اولا.. كمّل تاني. كمّل تاني.. فيبقى ازمة الزمالك الفيتعيّة الكارثيّة اللي موجودة.. ده يا كريم يلوقفها. الموضوع صعب جدا.. ارجع تاني.. ارجع تاني.. بص يا كريم. بص اللاعبي اللي في النص يا كريم متسبّ بدول رقابة اللعيمي اللي في النص اللي مش هتروح للكورة متسب بدور رقابة اللاعبي اللي بعده اللي سجل الهدف متسب بدور رقابة الأربع اللي بقى فلن فرغ عليه